وسرك أن يكون لها غطاه يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السخال يا ابن الربيع لبيك يا مولاي خذ ابن عم أمير المؤمنين عندك وانظر له دارا يسكنها ونفقة دعينه على عيشه وأطلق صراحة راميبه في الحال يا أمير المؤمنين في الحال جزاك الله كل خير يا أمير المؤمنين حللت أهلا يا شافيين يا أمير المؤمنين لي عندك طلب قبل أن أخرج قل يا شافيين وبإذن الله الطلبك مجاب ها أنا ذا خرجت من سجنك بعد أن دخلته مظلوما فمن الله علي بالفرج وأظهر براءتي لك ولكن أخشى أن في سجنك مظلومين لم يبلغهم عفوك ولم يشملهم صفحك فتفقد أحوالهم يا أمير المؤمنين يا شافعي هارون الرشيد لا يرضى أبداً أن يسجن عنده أحد ظلم فإن كنت تعرف أسماء بعض من هؤلاء نظرنا في أمرهم أنا لا أعرفهم يا أمير المؤمنين لا أعرفهم ولكن حارس زنزانتي يعرف قصصاً كثيرة عنهم ليتك تسمعها ووالله إني لا أقصد من وراء هذه النصيحة إلا رفع الظلم عن كل مظلوم سنأتي بهذا الحارس ونسمع منه كل ما عنده أعيدك بذلك جزاك الله كل خير يا أمير المؤمنين هل لديك طلب آخر؟ لا لا أريد شيئاً إلا أنا أراك بخير يا مولاي يا ابن الربيع مولاي نفذ ما طلبته منك في الحال أمرك يا أمير المؤمنين تفضلي يا الشافعي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فسأل الصحابة يا رسول الله هل نرى الله عز وجل يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هل ترون القمر ليلة البدر ليس في السماء صحابة؟ قالوا نعم قال فوالذي نفسي بيده لترون الله عز وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته ومعنى لا تضامون في رؤيته أي لا ينالكم ظلم وتستوون كلكم في رؤية الله سبحانه وتعالى وبمثل هذه النصوص الصحيحة يستدل أهل السنة على رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة خلافا للمعتزلة وأتباعي ألا ترون معي أن متن الحديث الذي ذكره شيخنا اليوم يتعرض مع صريح القرآن؟ فقد قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك فأجابه تعالى لن تراني غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن تستدل بهذه الآية إلى نفي الرؤية وهي حجة عليك لا حجة لك حجة عليك؟ كيف ذلك؟ المقصود بقوله تعالى لن تراني يعني في الدنيا لن تثبت لرؤيته أما في الآخرة فقد أشار إلى تحقق الرؤية صريح القرآن الكريم قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة لا أدري ربما تكونوا على حق أستودعكم الله في أمان الله في أمان الله هل تذهبوا معي إلى دكان مروان؟ لا اذهب أنت لدي شيء من فعله الحق يا شيخي أنني لم أستطع الرد عليه لعلك خفت؟ لا لا ما خف ولكنك لا تعرف ابن حنبل هذا إنه من خيرة طلبة العلم حافظ لحديث رسول الله واسع للطلاع صاحب حجة ولا يتكلم إلا بدليل خشيت أن لا أكون له ندا في المحاورة فسكت حسنا فعلت لا أكتمك سرا يا شيخي أن كلام ابن حنبل وقع مني موقعا حسنا كانت حججه في إثبات وقع رؤية الله تعالى في الآخرة مقنعة بل مقنعة جدا أي آية تقصد؟ مما احتج به قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ناضرة لا أحسب بدرا إلا أخطأ في فهم الآية الكريمة ولولا أننا مأمورون بحسن الظن بإخواننا من المسلمين لقلت أنه يردد كلام المعتزلة لا أكثر صديقك على حظ وافر من السواب كيف ذلك يا ابن دؤات؟ الله عز وجل لا يحده مكان ولا يحيط به زمان ولو أثبتنا رؤية المؤمنين لله في الآخرة فهذا يعني أن لله جسما محدودا بمكان تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا أما قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة فالنظر هنا لا يختضي الرؤية كما قال صديقكم وإنما المقصود به الإمهال كقوله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون أي لا يمهلون فيكون النظر بمعنى الانتظار وليس بمعنى الرؤية رؤية العين وهذا القول أحرى بتنزيه الله عن التجسير أعوذ بالله أعوذ بالله من مقالة السوء هذه هذا لي لأعناق النصوص يا ابن أبي دؤاد وخروج بالكلام عن ظاهره لم يقل بذلك أحدا من السلف لا وبل فيه من التهافط ما لا يخفى هدئ من روعك يا ابن نوح هدئ من روعك يا أخي اجلس ودعني أسمع رأيك استغفر الله استغفر الله العلي العظيم أولا من قال إن النظر لا يقتضي الرؤية ثم انظر إلى قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثم إلى قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين والآيات في ذلك كثيرة وكلها تقتضي الرؤية أما القول إن معنى قوله تعالى إلى ربها ناظرة يعني منتظرة فهذا جهل في لغة العرب فقد خلطوا بين نظرت إلى الشيء ونظرت للشيء فقولك نظرت إلى الشيء لم يكن ذلك إلا بالعين أما قولهم إن ذلك أحرى بتنزيه الله عن التجزيم فأقول نحن أهل السنة ننزه الله كما علمنا أن ننزه بلا تعطيل أو تشبيه أو تجزيم فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة فلله الأمر وما علينا إلا السمع والطاع لذلك فإن حجج من أنكر النظر لوجه الرحمن يوم القيامة واهية وباطلة بصريح الكتاب والسنة الصحيحة فهي تناقض الآيات والأحاديث الصحيحة وتمسك هؤلاء لمنطقهم الفاسد سيضر بهم أولاً وبعوام المسلمين ثانياً أكثر ولا أحسب بدراً إلا ضحية الآراء المنحرفة للمعتزلة وأمثالهم من أهل البدع والضلالة كلامك يجانب الصواب يا ابن نوح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلاً بأم عامر جئتك زائرة يا أم أحمد ونعم من زارنا أيتها المرأة الطيبة تفضلي على الرحب والساعة هنظلة أحضر ما تبقى عندك من ثياب اللي تنظفها هذه المأفونة لا أريدها أن ترتاح أبداً وبعد أن تنتهي من الثياب اجعلها تنظف البسط والسجاد هل فهمت؟ فهمت فهمت وإياك أن تغيب عن عينك لحظة واحدة فهي داهية ماكرة سأفعل يا زمردة سأفعل سأدخل لأرتاح لقد خسرت يا فوس سيداً لن تجل مثله أبداً قلتها لك وسأعيدها مرارة اقبلي بأول مشتر فهو أفضل من الحياة مع هذه المرأة النكداء أشد ما أخشاه أن تفقد زوجي صبرها فحينها ستتمنينا الموت ولن تجديه ادعي الله أن يصدق الرجل ويعود ثانية إذا عادت ولا عاد وإن عاد فلن يسمع مني إلا مصر عنادك هذا سيقتلك صدقيني إن هذا الرجل طيب القلب وسيكون معك أرحم من زوجي زمردة فكري في الأمر لن تخسري شيئاً كان الله في العون يا أم أحمد إن تكليف المعيشة أضحط صعبة ركود في الأسواق وغلاء في الأسعار ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله إن ابن عامر يخرج كل يوم إلى عمله في الدكان من شروق الشمس حتى مغيبها ولا يعود آخر النهار إلا بما لا يكاد يسد الرمق لو لا تجعله يترك العمل في الدكان منذ زمن ولما يترك العمل في الدكان وماذا سيعمل إن هو تركها قلت له ذلك قال إنه يفكر في إيجاد عمل آخر يدر عليه مالاً لولا أنه مدين لكم بأجرة يحاول سدادها فترك الدكان منذ زمن إيه كان الله في عون العباد يا أم عامر أخبرني عامر أن رجلاً جاء إليه يريد شراء الدكان يحسبها ملكاً له لكنه قال له إنها ملك لابن حنبل هل عرض عليكم أحد شراء الدكان؟ لا لا لم أسمع هذا الكلام إلا منك الآن ربما كان قد عرض الأمر على ولدك أحمد حفظه الله ونسي أن يخبرك لا أظن أن ولدي أحمد يرغب في بيع الدكان وما الذي يمنعه؟ إنها لا تكادوا تعود عليكم بشيء يذكر إن الألف درهم كفيلة بمساعدتكم مساعدة عظيمة فلو اتجر بها أحمد لعادت عليه بأرباح مضاعفة في قدون عام الألف ستصبح ألفين والألفان خمسة أي ألف درهمين تقصدين؟ الألف درهم التي عرضها الرجل ثمنا لشراء الدكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أسعدتنا زيارتك يا أم عامر لا تبخلي علينا بزيارة أخرى زادك الله شرفا يا صفية ودأت لو أزورك كل يوم ولكن كما ترين مهن العظم مني أطال الله أمورك يا أم عامر يراك بخير وأنت بخير بأمان الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة سبحان الله غريب أمر الصلاة إذا أرادوا يرمونك في القاع وإذا أرادوا يرفعونك لنعيم دنيا من حيث لا تتوقع لم تخبرني أن الدكان جاءها مشترين لم أرى الأمر مهما فلم أرد أن تشغلي بالك به وكيف لا يكون مهما والرجل قد دفع لك ألف درهم من أخبرك بذلك؟ إذن أخبرتك أم عامر أجل هي من أخبرتني ولكن دعك من أم عامر وابنها وقال لي أصحيح أن الرجل قد دفع لك ألف درهم ثمنا للدكان؟ هذا صحيح يا أمي ولكن الدكان أبي ليست للبيع أيفرط أحد في مورد رزقه لقاء نقود ما أن يحول عليها الحول حتى تكون قد نفذت؟ ألف درهم إن وظفتها في تجارة رابحة فكيف لها أن تنفذ؟ هذا لو كنت أفهم في التجارة يا أمي فما بالك وأنا لا أفهم في أصولها شيئا فقد أنفقت عمري في حلقات الدرس إن للتجارة أهلها وأنا لست واحدا منهم الرأي رأيك يا ولدي فأنت رسل البيت وأنا لن أقدم على أمر أنت لست براض عنه ولكن ها نحن نتناقش من أجل أن نصل إلى الرأي الصواب وأنت ليس لك من الدكان سوى الإسم فمنذ أشهر لم تعد عليك بدرهم واحد وأنت على الرغم من اشتغالك بالعلم تضطر أحيانا إلى العمل من أجل أن تؤمن لنا نفاقة البيت وغدا إن ترك الإسكافي الدكان فستبحث عن مكترين آخر ربما تجده في يوم وربما لا تجده في سنة فلما هذه المشقة يا بني وأنا لن أسمح لك بالعودة إلى العمل والإنشغال عن العلم أبدا أما قولك إن الدكان لم تعد علينا بدرهم واحد منذ أشهر فذلك صحيح لأنني رأيت إنظار عامر في عسرته وأخشى أنه يماطل في دفع إجرة الدكان لأرض في نفسه يخفيه ويدفعنا دفعا لبيعه ولكن إن أردت بيع الدكان فلن أخالف أمرك أما إذا أردت رأيي فأنا لا أوافق أبدا على بيري والقرار قرارك والآن إذن لي فلدي أمر مهم يجب أن أقضي كما ترى يا ولدي رفقك السلامة السلام عليكم وعليكم السلام يا أبا عبد الله تفضل اسمع يا عامر أريد منك أن تكمل شهرك في دكاني ثم تبحث لك عن دكان أخرى تستأجرها ماذا؟ أظنه قد قرع سمع كما قلت وسأعيدها ثانية أكمل شهرك في دكاني وغادره بمعروف السلام عليكم أبا عبد الله ولكن يا أبا عبد الله يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلك يا عامر يا ويل زوجي وأمي وأبنائي يا ويلنا جميعا يا ويلي أبا عبد الله يا ويلي يا ويلي يا ويلك يا عامر يا أحمد أنا عمك وأحرص الناس عليك وأنت تصر على حمل مشاغل الدنيا وحدك لا أعلم لماذا لتبوح بما يشغل بالك أنت قلتها يا عامر أنت أقرب الناس إليه ولو كان هناك ما تستطيع أن تساعدني به فلن أطبه إلا منك غاية الأمر أن أمي تفكر في بيع الدكار وأخشى أن طارت معرضتي برأيها أكون قد عقبته إن أردت كلمتها وأقنعتها بعدم بيعها لا 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 هو رأيها وقرارها ولن أخالفه طاردوني من الدكار طارت معه أحلامي هذا ما لم تحسب حسابه يا عامر يا ويني يا عامر ماذا سيفعل لك صويبا هذا آه ويني صحقا للطمح صحقا للطمح ألا تجلس يا رجل وتدعمنا نفكر بهدوء أجلس وبهدوء لا تقلقي غدا سنجلس معا نحصي ذرات تراب أرض بغداد بعد أن بعى أحمد دكانه لا تقلقي كفاك أول ونة كالنساء اجلس أيها الأحمق ودعني أفكر لك في حل